اشتركوا في القناة وبعده عمل لها مشاكل نفسية والله عندك حق كل الناس عارفين بعض الزوجة عن الزوجة هو في الحقيقة بعض الأمان وكثير من الأزواج بيبقى عندهم شوية افتراضات كده إن الزوجة إيه اللي حاصل عشان هي مقدرة العلة والسبب اللي من أجله سافر الزوج وليكن مسافر عشان يوفر لهم مصادر يعيشوا بها عيشة كريمة عيشة مريحة عيشة آمنة فهم تصوروا أن ده يشبع الزوجة لا الزوجة بتبقى ممزقة في بعض الأحيين ما بين احتياجاتها واحتياجات أسرتها وبعدين وبين احتياجها الباطني إلى زوج هي تحس معا بالأمان فبيبقى ده بيبقى قاسي عليها ولذلك بيبقى مهم جدا 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 إن احنا نعرف بشكل واضح هو احنا نقدر نصبر على ده ولا لا ولذلك أنا بقول للأزواج لو أي حد زوجته قالت له أنا مش هقدر أستحمل بعدك عني ما تسافرش وجودك جنبها أهم من الفلوس اللي هتجيبها لأن الفلوس اللي هتجيبها في الغالب مش هتقدر تتعود هذه الفجوة اللي في نفسها وإذلك سيدنا عمر لما لقى المرأة بتبكي وبتشتكي وسمع صوتها وبيتفقد الناس راح سأل بنته الست ممكن تقدر تصبر قد إيه بعيدة عن زوجها قالتوا ستة شهر أنا عرف ناس بيجون في اللاشهات الزواجي الزوج قعد ثلاث سنين وأربع سنين ما ينزلش لضم كورونا في بعد كده في المشاغل في الأزمة الاقتصادية فتاحت منهم فتاحت منهم العلاقة بقى جرائيا كل واحد فيهم عايش كأنه عازب وهي طبعا الأدوار اتلغبطت عندها فبقى تقوم بدور الراجل وتقوم بدور الست ودوة أنا آسف يعني إذا كان حضرة النبي تعالوا بس نتأمل تأمل بسيط كده إذا كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خوالكم إخوانكم يعني الناس اللي بيساعدوكم في البيت يعني معاونوا الخدمة دولة اللي بيساعدوكم في البيوت دولة إخوانكم فإذا كلفتموهم فلا تكلفوهم ما لا يطيقون فإذا كلفتموهم فأعينوهم يعني حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في معاون الخدمة اللي هو في الآخر خالص آل يعلق بيه والشفقة والرحمة وكده إن أنا أعونه على اللي هو بيتحمله فما بالك بزوجتك لا كمان أنا كمان عايز أقول كمان فما بالك بزوجك أصلا هو كمان بيتعذب وتعبان في الغربة وعشان كده أنا بقول لازم نقيس مسألة الاغتراب من قياس دقيق لأن الشكاوة اللي بتجينا من نتائج الاغتراب يعني شكاوة موجعة فيها شكاوة بتقول بشكل واضح إن هذه الأموال ملعونة لأن هي عملت إيه أخذت حبي زوجي من قلبي أنا الرب تنساه الأسوأ من كده بقى لما بيرجع الزوج بقى بيرجع الزوج عشان يسترد دوره كأب بس لما بيرجع عشان يسترد دوره كأب بكل الأسف أولاد كبره ومش نافع إن هو يبقى أب مش نافع ليه؟ لأنه دلوقتي يدوره إن هو يبقى مستشار فييجي يعمل شوية تصرفات الأولاد كلها مش قابلنا فأنا نصحتي أنا تكلمتي زي ما صاحب السؤال وصاحبت السؤال بخبرتي الشديدة واللي أنا بشوفها كل يوم في مجالس وجلسات الإرشاد الزواجي لا سمحتهم بدقة إيه سوء تمن الغربة عايز تسافر؟ أنا بقولك أفضل سفر سافر إنت وأسرتك لأن اللي إنت هتحاول تيجي تصلحه لما يحصل أزمة الاغتراب ممكن ياخد حاجات كتيرة وتحس إن عمرك راح وإنت للأسف فقدت حاجات كتيرة في حياتك دي نصحتي وبقولها بكل إخلاص بقولها بكل وضوح وبقولها بكل تجربة شفتها حد يجي يقول لي طبعا نعمل إيه في الظرف الاقتصادي ومحتاجين فلوس أيوة وزن حاول إن أنت بقدر الإمكان تكون معاك شريكة حياتك يكون معاك أولادك عشان تقدر تقوم ما هو ما ينفعش إن أنت عشان تجيب الفلوس تفسد الأسرة لازم الاتنين يكونوا في حالة اتزان وربنا سبحانه وتعالى لو علم فيك خيرا لو وفقك ويسر لك الأمر كون جاد وصادق في ده وربنا سبحانه وتعالى هيسر الأمور كلها السؤال التاني بيقول لي يا شيخ يا شيخنا جوزي كان نادر خروف لبنتنا بس حصل إنه كان سافر ورجع وخسرنا فلوسنا وأنا قلت حاجة والله العظيم ما مرتب الأسئلة سافر ورجع وخسرنا فلوسنا تبدأوا ليل؟ لا كتير يا شيخنا جوزي كان نادر خروف لبنتنا بس حصل إنه كان سافر ورجع وخسرنا فلوسنا وخسرنا فلوسنا كتير فل بييجي يدوب بيكف يومنا وفي الغلاء ده مش عارفين نوفي بيه فحضراتك شايف نعمل إيه؟ أنا شايف في الوقت اللي احنا فيه ده لازم الواحد يطلع الحاجات المركونة في حياته يعني إيه الحاجات المركونة في حياته؟ يعني يبتدي يفكر في الأشياء اللي ممكن كان يعملها وتضر عليه أشكال من أشكال الربح وأشكال من أشكال الكسب يعني لازم نوسع مساحة الكسب في حياتنا ولازم الواحد فينا يعمل أعمال متعددة وخليوا بالكم دي مش إهانة في بعض الناس لما تتصور إنه لما تشتغل كتير ده يعد إهانة أنا عندي شغلانة واحدة اللي أنا بتعرف بيها واللي بتكتب في البطاقة الحقيقة مش عيب إن انت يبقى عندك شغلانتين وما فيش مشاكل إن الشغلانة التانية أو الشغلانة الأخرى تكون شغلانة شريفة وبتفتح لك باب من أبواب الرزق حتى لو كانت الشغلانة دي مش متناسبة مع الشهادة اللي انت واخدها ليه؟ لأن في الحقيقة أنا شفت ناس أنا باحترموا محترموا بالغ لأن هما ناس عندهم اتزان نفسي إيه اللي حاصل؟ فتحوا أبواب من الكسب وربنا سبحانه وتعالى خليهم يتجاوزوا خسارتهم وبدأوا يكونوا أموال وابتدوا راوند تاني وابتدوا مرحلة تانية من حياته ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم؟ طبعاً إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله الله سبحانه وتعالى كريم ودود خزائنه ملأ سحاء الليلة والنهار إنما الواحد يقول أنا خلاص انتهيت وتكسرت وخلاص كان في فرصة لما كنت أظهر من كده أنا كنت ممكن أقدر أبزل وأعمل اللي أنت بتقولوه عليه دو كان زمان من عشرين سنة ولا خمستاشر سنة إيه اللي يمنع أنت تعمل ده دلوقتي؟ هو أنت خلاص؟ خلاص حجرت على يا فضل ربنا سبحانه وتعالى اتقدم واشتغل وربنا سبحانه وتعالى خزائنه ملأ سحاء الليلة والنهار والله سبحانه وتعالى مدده لا ينقطع كل أن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك فأنا نصحتي وسع مصادر دخلك أنا لا أحب في الأزمات أن احنا نعمل إيه؟ نضيق على نفسنا لكن أحب في الأزمات أن احنا نعمل إيه؟ نوسع مصادر دخلنا آه صحيح في الأزمات على الرشد بس الترشيد ده ما يوصلش لحد ما الناس تحس أن الترشيد ده أفقدهم حاته نرشد نرشد آه لكن ليس معنى الترشيد هو هدم ما بنيناه ولكن الترشيد معناه أن نتخلص من الأشياء الهامشية والأشياء الثانوية ونبقى على أصول الحياة فده رأيي اللي يتعمل في الوقت ده السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم من فضلك يا شيخ أنا بحمل وكل ما يحصل حمل البيبي النبض بيقف ويتوفى اتنين النبض وقف في الشهر الثالث واتنين النبض وقف في الشهر السادس عملت أشعاته تحليل والدكتور بيقول ما فيش مشاكل صحية ولا عندي ولا عندي جوزي فيه ناس بتقول لي ممكن يكون عندك مشكلة وعاوزة شيخ تتعلجي عنده ومشاكل يتعلجي عنده هل فعلا يكون ده دي المشكلة أرجو الرد وممكن لو سمحت تتعيلي ربنا يفتح عليك ويطمن قلبك ويجعل ويجمع عليك الخيرة من أطرافي ويجعل جسدك الطهر محل لتنزلات الفضل والنعمة والبركة ويبسر لك أمرك ويجمع لك ويحقق لك مرادك مع السلامة والعافية والمصافة والراحة يا رب العالمين وشرح الصد الكلام اللي بتقال ده كانت كلام مليان أشياء ممكن تفسد الحياة ما لمشايخ بالعلاج المشايخ ما بيعالجوش ما فيش مشايخهم ما لهمشوا لعب العلاج العلاج معناه استخدام بعض الأمور التي تتعلق بالأدوية ودي بيتعملوا الأطباء فهم ما بيعالجوش ما بيطببوش المشايخ ما بيطببوش الطب دلوقتي شغلة الأطباء من شغلة المشايخ شغلة المشايخ إنهم يكلموك عن حياتك وعلاقتها بمولاك سبحانه وتعالى شغلة المشايخ إنهم يدلوك على أفضل طريقة عشان أنت تبتهجي وتعيشي حياتك في سعادة وفي استقرار وفي اتزان وفي صمود فأنا نصحتي الاستمرار في مسألة العلاج ونبتعد تماما عن فكرة المشايخ اللي بيعالجو ليه طيب هو مش القرآن فيه شفاء آه نعم شفاء لي ما في الصدور فقرأي القرآن وتوكلي على الرحمن وعلمي أن الله سبحانه وتعالى لن يمنع عنك عطاء ولا مددا ولا ولن يمنع عليك أي حنان فاستمري مع الله سبحانه وتعالى وأنا دعيتلك وإن شاء الله سبحانه وتعالى استمري على سنة الدعاء افضل ادعي ربنا سبحانه وتعالى ادعي ربنا سبحانه وتعالى في كل سجدة من سجدات صلاتك أن ربنا يمنع عليك وادعي ربنا سبحانه وتعالى في السلس الأخير من الليل ربنا سبحانه وتعالى يوفقك ويفتح عليك أنا دعيتلك زي ما طلبتي وكملي إن شاء الله في سنة الدعاء وربنا إن شاء الله يفتح عليك السؤال اللي بعد كده بيقول نعمل ايه علشان المشاكل في حياتي بيني وبين زوجتي وأمي يا سيدي يكون حمامة سلام عليك ان انت تصلح ما بينهم تقعد تعمل ثلاث حاجات اول حاجة تنقل كلام طيب لزوجتك من أمك وتنقل كلام طيب لأمك من زوجتك حتى لو الكلام ده مش موجود لان دوت ربنا سبحانه وتعالى هيكتبه في ميزان حسناتك ايه اللي حاصل ما تحاولش تمشي ولا تهويلي مشاعر وما تحاولش تتعامل مع زوجتك على ان هي شوية نصايح دقيقة اوها تتعامل مع زوجتك على ان هي لازم تتعامل مع أمها زوجتك مش شايفة والدتك أمي ليها هي شايفها امرأة زي ما هي امرأة فما تقارنش بين بين الاتنين ولكن لا تقارن أمك بزوجتك ولا تقارن زوجتك بأمك اعمل ايه قول لهم كلام حلو عن بعض وحاول دايما تتكلم معاهم بشيء من الحكمة ما تحاولش تقول لحد انت غلطان لكن قوله ده رأيك لكن ممكن يكون فيه رأي تاني وخلي رأي والدتك وخلي رأي زوجتك هو رأي يجمعهم ما يفرقهمش وخلي دايما بصت وانت بتتعامل معهم على المساحة المشتركة في كلامهم انت اه اللي انت بتقوليه صح ان بيتنا لازم يبقى مستقل وانت يا مامتي اللي بتقوليه صح ان احنا لازم نحافظ على مصلحتنا فايه رأيك ان احنا فيه جزء نشورك فيه بس فيه جزء خاص وما نقدرش نتعداه والخصوصية الزوجية ركن من اركان الحياة خلينا دايما كده نكون حكماء وما يؤتى الحكمة فقد قوتي خيرا كثيرا ربنا يلهمك الحكمة وان شاء الله لو عملت التلات حاجات اللي احنا قلنا عليهم دول هتكون ربنا سبحانه وتعالى كتب لك السبب من اسباب راحة البال وانشراح الصدر وكمان التقريب ما بين قلبين لو انهم اجتمعوا هايشوفوا نور وبركة وفتح من الله سبحانه وتعالى يا سادة احنا النهاردة اتكلمنا عن حديث من اكثر حديث رسول الله سلم فتحة لأبواب الحكم ومن اكثر حديث رسول الله سلم جلبا للسعادة ازاي الانسان يستطيع يخلي كل مجالات حياته من الكلام عن النفس والكلام عن العقل والكلام عن الدين والكلام كمان على العرض والكرامة والكلام عن حفظ المال ازاي دا كله يكون في مرضات الله سبحانه وتعالى وزاي كند كله بعيش فيه تحت عنوان انا غريق النعم فساعيش في حضرتي ذو الحب وذو الكرم مولانا سبحانه وتعالى اكرمنا وما زال يكرمنا وخزائنه ملأ سحاء الليل والنهار فقوموا واغتنموا فإن الله سبحانه وتعالى ينزل من خزائنه في كل ساعة في كل نفس في كل لحظة وإن لله في أيام دهركم لنفحات فاختنموها في هذه الخمس اختنموها في الشباب اختنموها في الصحة اختنموها في الفراغ اختنموها في الغنى واختنموها في الحياة يا رب اجعلنا من أهل الحكمة ومن أهل الرشد في كل نفس من أنفاسنا يا كريم يا ودود يا رب العالمين يا رب العالمين